عقد المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضراموت برياسة الوكيل عمر العامري دورته الاعتيادية لشهر أغسطس وفي الاجتماع وضع واكل المحافظة الحاضرين أمام مجمل الأوضاع التي تمر بها المحافظة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن عموما والتي انعكست على أوضاع المواطنين وأناقش الاجتماع التقارير المقدمة من إدارة الأمن والشرطة والتربية والتعليم والتغطيط والتعاون الدولي والبرنامج الاستثماري للسلطة المحلية والمشاريع الممولة من حصة النفطة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحية واللهية العامة للحفاظ للمدنة التاريخية